بس خيانا نبدأ بقى بالأهلي بأن في موضوع مهم جدا طبعا وبعدين يعني هو موضوع مهم وكمان رسالة مهمة بنتوجه بها لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان لأنه واضح أن بعد انتهاء كل مباراة سواء كسبنا اتعادلنا لا سمح الله خسرنا لازم نلاقي نفسنا كده والمدة كم يوم داخلين في جدل كبير جدا في كتير من الأحيان ما بيقاش حتى منطقي طبعا يعني جمهورنا هموا الأول والأخير هو الفريق يعني هو فرحيته أصلا مرتبطة بالنادي الأهلي وطبعا منتخب مصر ده أمر أساسي بس احنا بنتكلم هنا عن يعني المود العام الأهلاوي اللي بقينا نشوف أنه بيتغير مع كل نتيجة للفريق مع كل هدف جميل مع عودة لعب للتهديف مع أحراس بطولة مهمة كل دي أمور طبيعية جدا 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 ومنطقي إن هي تكون هي اللي بتشكل المود العام لجماهير النادي الأهلي زي ما بنقول عشان كده عايزين يعني نقول لجماهير النادي الأهلي بناش ننصاق وراء الجدل الغير مبرر والغير منطقي يعني موسيماني ابتدى بمين بدل مين بمين مين لعب مين مين ملعبش مين نزل بدري مين اتأخر في تنزيله كل دي أمور فنية احنا نتكلم في نهاية المطاف على مدرب كبير عارف بيعمل ايه وعارف ازاي يتعامل يعني فنيا ونفسيا مع كل اللعيبة الموضوع بقى غريب حبتين يعني إننا يعني نبقى ماشيين كويس جدا في مطشطنا ونلاقي بدون أي مقدمات أحاديث كده جانبية ملهاش داعي وتاني في كثير من الأحيان بتبقى حتى غير مبررة بما فيها الفترة اللي كان يعني فيه كلام ابتدى يتقال عن فيتسو موسيماني في عزم الراجل يعني مولع الدنيا قالك ما فيه كلام انهما حيمشي طب انتو بتقولوا الكلام ده مين ومين اللي بيقول الكلام ده يعني هل هي جماهير فرق تانية عايزة يعني بشكل اندائريكت بالضبط كده غير مباشر تعمل جدل وبالبالة طب ايه حتى المكسب يعني حتى ما تيجي تفكر فيها طب عملتي بالبالة ايه بقى استفادتي بيبقى تأثير على معنويات الفريق يعني حدوث بالبالة زي ما بتقال برضو في الصفوف اللعيبة عند الجماهير خلي بالك برضو ده بيؤثر على الجماهير يعني قصة كلها انتو بتيجي عايز تعمل النوع ده من الدربات هي مش بتبقى بس خاصة بالفريق هي خاصة كمان بالجماهير لكن احنا مفروض ان احنا اذكى من كده هو ده احنا بنقوله يعني احنا واخدين على كده يا كريم ده دي النقطة الاساسية معاك وبرضو نرجع ونقول ما انا وانتي وغيرنا والناس الجميلة اللي بيتمعون لما كلنا من الجماهير في نهاية الامر وكل واحد بيبقى عنده وجهة نظر احنا مش بنقول كل واحد يعني يكتم رؤيته بوية لا بالعكس واحنا عادينا نتفرج على اي ماتش حتى بعيدا خالص عن النادي الاهلي لو نتفرج على في الايتين في دوري الاوروبي اي دوري اوروبي مسلا ساعات برضو بتبقى انتي وانتي قاعدة ايه بتاخدك الجلالة كده لا ده لو كان لعبها كده كان مش عارف عمل ايه ده لو كان جري وسبق كان خدل مش عارف ايه ده منطقي وعادي بس ما يبقاش في حد بقى ايه وكأنه بيملي شروط ويبتدي يكتب وينشر كلام كتير قوي سلبي عن المدرب اللي بالصدفة رؤيته لم تتفق مع رؤية هذا المشجع فبينتج عنده مشاكل كتير ملاش لازم انا باتفع معك جدا وكلام حقيقي فعلا على الارض ملموس اشتركوا في القناة